كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي برقية بهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آية التهنئة للرئيس السيسي مجددا العهد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات كما بعث مدبولي برقية تهنئة للفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك